السلام عليكم إن شاء الله هنكمل في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الرأة متحركة بكسر بتكون مرققة متحركة بفتحة أو بضمة تكون مفخمة واو ساكنة مضمومة قبلها ده حرف المد في كلمة الهمزة في الكلمة التانية يبقى عندي ده مد ايه منفصل جائز يعني جائز المد وجائز القصر جائز عندي المد أربع أو خمس حركات وجائز عندك القصر كام حركة مغفرة من ربكم عندي هنا الرأة مفخمة وتحركة بفتح تنوين بالكسر وبعده الميم الميم حرف من حروف ينمو اضغم بغن اضغم كامل الحرف بيكون مشادة زي ما انت شايف كده اللي بيجي بعد النون الساكنة والتنوين بيبقى عندك هنا تعدم الصفة نهائي بتاعة النون الساكنة او التنوين لا ينطق منها اي شيء مغفرة من ربكم نون ساكنة جاء بعدها الرأة حصل عندي اضغم بغير غن بغير غن اضغم كامل لن ينطق شيء من النون دي مر 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 ربكم يبقى عندي اضغم بغير غن اضغم ايه كامل ميم ساكنة مظهرة اضغار شفوي على رأس الحق تشوفها كده في وسط الكلمة بين كلمتين في اضغار شفوي ثم اضغار شفوي علشان الميم بتخرج من الشفتين وجنة نارضوها نون مشددة تغنها حركتين النون دي المشددة دي بتكون عبارة عن نون ساكنة ونون متحرك حصل اضغم بينهم وبقى حرف مشددة زي ما انت شايف كده فانت بتجيب غنة بمقدار كام حركتين علشان انت لو مجيبش الغنة بمقدار حركتين في النون المشددة او الميم المشددة بيكون عندك لحن جالي يعني انت انقصت حرفا من القرآن فلازم تجيب الغنة بمقدار حركتين في النون والميم المشددتين تنوين بالكسر وبعده حرف العين والعين من حروف الايه؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء حروف الاظهار الحلق يبقى عندي الاظهار حلق ليه؟ التنوين انا بظهره وجنة انا نططى وجنة عرضها هه؟ يبقى انت اظهار حلق الرأي دي ساكنة سبقا بفتح تكون مفخمة السماوات والارض اعدت للمتقين الرأي دي برضو مفخمة عند المتقين عند الوقف عليها ان نون دي في اظهار مطلق اللي هي النون المتحركة النون والميم المتحركتين لما بتقف عليهم بيبقى فيهم اظهار اسم اظهار ايه؟ مطلق السكون ده خلى عندي الياء الساكنة المكسورة ما قبلها حرف ايه؟ حرف المد عندي في مد عارض للسكون اثنين او اربع او ستة حركات اللي هو مد عارض للسكون طب لو وصلت هيبقى عندك مد طبعي في الياء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الذين الذال واخراج اللسان تلات حروف الذال والضاء والثاء خرج اللسان بتاعك علشان لو انت ما خرجش اللسان هيبقى عندك لحن جالي برضو زي مين؟ زي نون المشاددة هي ايه؟ ان انت بتغير حرف هنا انت تنقص حرفا من القرآن وهنا انت بتغير حرف بتبدل حرف ما كان حرف ايه هو الحرف اللي انت تبدل له لو انت ما خرجش اللسان بتاعك في الذال؟ يبقى حرف ازاي الذين الذين بقت زاي ما عديتش هذال يبقى انت تلات حروف الذال والضاء والثاء ينفقون اهيه شايفها خلي بالك منها نون ساكنة في وسط الكلم بعدها الفاء الفاء حرف من حروف الاخفاء لما جات الفاء بيع عندي اخفاء معناه وحالة وسط بين الاضهار وبين الاضغاء بين ان انا اظهر النون دي وبين ان انا اضغنه وده تعرف مين؟ الاخفاء في السراء عندي الف ساكنة مفتوح ما قبلها ويه الهمزة الاثنين فين؟ في كلمة واحد هنا بين كلمتين ده منفصل هنا متصل في كلمة واحد عندي ده مد متصل واجب وده برضو مد متصل واجب عند اربع او خمس حركات عند الرأى دي متحركة فتح مفخمة والرأى دي برضو متحركة فتح مفخمة والكاظمين الضاء واخراج لسان الثال ضاء ثاء الغيض الضاء برضو واخراج لسان انا وقفت على الغيض لما وقفت هنا الضاء دي ساكنة السكون ده خلى الياء الساكنة المفتوح ما قبله اللي هو حرف ايه؟ حرف اللين مش ايه؟ مش حرف مد حرف اللين بتلاقي الياء الساكنة على رأس الحق كده انما عند حرف المد يبقاش عليه حركة تمام كده؟ يبقى ده الفرق ان انت تلاقي الياء دي ياء لين والياء دي ياء مد الياء والواء والساكنتها المفتوح ما قبله حرف المد ياء الساكنة مكسور ما قبله حرف اللين الياء الساكنة المفتوح ما قبله بيكون عندك في حاجة اسمها مد ايه؟ مد اللين مد اللين ده بيكون زي المد العارض للسكون بالزبط طب ياخد معي إثنين أو أربعة أو ستة حركات دا في حالة الوقف طب في حالة الوصل أنا قلت لك هنا في مادة طبيعية لليه إنما في حالة الوصل هنا مفيش مادة في حرف اللي دا الفرق بينهم وبين بعض عندي هنا النون دا هي مشددة طب الناح حركتين وعند الوقف السن دا بقت ساكنة السكون دا خلي عندي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها في مادة عرض للسكون إثنين أو أربعة أو ست حركات لو وصلت بعندك مد طبيع والله يحب المحسنين عندي اللم في لفظ الجلالة سبقت بفتح فتكون مفخم سبقت بفتح تكون مفخمة أو بضم سبقت بكسر تكون مرققة لو سبقت بكسر يحب المحسنين المحسنين عند الوقف عندي هنا الظهر مطلق للنون الياء فيها مد عرض للسكون اثنين أو اربعة أو ست حركات لو وصلت بعندك مد طبيع والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله إذّال وإخراج اللسان إذا إذّال وإخراج اللسان فعلوا فاحشة أو تنوين بالفتح وبعده الهمزة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء حروف الأظهار الحلقي يبعندي أظهار حلقي للتنوين الضاء وإخراج اللسان أو ظلموا عندي واو ساكنة مضمومة قبلها ده في كلم والهمزة في الكلمة التانية بيعندك مد إيه؟ منفصل جائز جائز المد أربع أو خمس حركات وجائز عندك القصر كام حركت إيه؟ أو ظلموا أنفسهم نون ساكنة جاء بعدها الفاء والفاء حرف من حروف الإخفاء دايما نركز على النون الساكنة في وسط الكلم عشان ما تسقطش منه عندي ميم ساكنة مظهر إظهار شافوي أها الميم ذكر الله الذال وإخراج لسان قراء مفخمة لفظ الجلال لم مفخمة علشان سبغت به بضم ولفظ الجلال عند الوقف عليه بيكون في مد عارض للسكون اثنين أو أربع أو ستة حركات لو وصلت بي عندك مد طبيعي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله عندي هنا الراء مفخمة متحركة بضم لذنوبهم الذال وإخراج اللسان عندي ميم ساكنة أهاه؟ مظهر إظهار شافوي ومي نون ساكنة جاء بعدها إلياء إلياء حرف من حروف ينمو إضغام بغنى إضغام ناقص ناقص يعني تتبقى هنا في النون صفة وهي الغنى هنا الحرف غير مشادة في الإضغام الكامل بيكون الحرف اللي بعد النون الساكنة أو التنوين إيه؟ مشادة ومن يغفر الذنوب إلا الله عندي هنا الراء مفخمة علشان متحركة بضم الذال وإخراج اللسان عندي اللام هنا في لفظ الجلالة مفخمة سبقت بإيه؟ بفتح تكون مفخمة عندي هنا لفظ الجلالة عند الوقف عليه بيكون فيه مد عارض للسكون اثنين أو أربعة أو ستة حركات لو وصلنا بيب عندك مد طبيعي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ميم ساكنة مظهر إظهار شفوي أهي على رأس الحال يصروا الراء وتحركها بضم تكون ايه؟ تكون مفخمة على ما فعلوا وهم يعلمون ميم ساكنة مظهر إظهار شفوي يعلمون عند الوقف عليها فيه إنه فيها إظهار مطلق اللي هو فيها مد عارض للسكون اثنين أو أربعة أو ستة حركات لو وصلت بيب عندك مد طبيعي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك ألف ساكنة مفتوح ما قبلها والهمزة الاثنين فيين؟ في كلمة واحدة يبقى ده مد متصل واجب جزاؤهم ألف ساكنة مفتوح ما قبلها والهمزة هي؟ الاثنين في كلمة واحدة مد متصل واجب أربع أو خمس حركات الميم دي ميم ساكنة بس خالية من التشكيل لما تشوفها خالية كده تعرف إن فيه حرف من اثنين جاي بعدها يا ميم يا باء الميم إضغام مثلين؟ إضغامة اللي هي الساكنة دي في المتحركة وأصبح حرف مشدد بتغنه حركتين؟ وإضغام كامل تعدم الصفة نهائية بتاعت الميم ما بننطقش منها أي شيء لو جاء باء يبقى عندي فيها إيه؟ يبقى عندي فيه إخفاء شفهم يبقى دي إضغام مثلين؟ صغير الراء دي مفخمة متحركة بفتح تنون بتضم وبعده الميم الميم حرف حروف ينمو إضغام بغنى إضغام كامل من رب يهم النون دي فيها عندي فيه إضغام بغير وغنى إضغام كامل عشان حرف الراء حرفي الإضغام بغير وغنى اللهم مين؟ اللام والراء بيكون الإضغام بتاعهم إيه؟ بيكون الإضغام بتاعهم كامل تعدم الصفة نهائية بتاعت النون الساكنة أو التنوين ميم ساكنة مظهر إظهار؟ شفوا؟ وجنات أنا وقفت على وجنات النون المشددة دي تقولناها حركتين؟ ولما وقفت هنا بقت تأدي ساكنة السكون ده خلى الألف للساكنة المفتوح من قبلها اللي هو حرف المادي ده فيه مادة عرض للسكون اثنين أو أربعة أو ستة حركات طيب لو أنا وصلت يبع عندك تنوين بتضم وبعده التاء والتاء حرف من الحروف الإخفاء الجيم ده هيه مقلقلة علشان هي ساكنة سكون أصلي السكون ده اللي هي رأس الحق دي لما تشوفها على أي حرف من الحروف اللي هم قاطبوا جد ففي الحالة دي ده ساكن سكون أصلي أنت بتقلقله أو ساكن سكون عارض يعني أنت في نهاية الوقف بتاعك أنت وقفت على حرف من الحروف دي فأنت سكنت سكون عارض بسبب مين؟ بسبب الوقف الراء ده هيه متحركة بكسر تكون مرققة من تحتها نون ساكنة جاء بعدها التاء и التاء حرف من الحروف الإخفاء يبع عنده إخفاء للنون الساكنة الأنهار عند النون الساكنة على رأس الحق هاء وبعدها الحرف الهاء والهاء حرف من الحروف الإظهار الحلق لو شفت النون الساكن على رأس الحاء في وسط الكلمة أو بين كلمتين يبقى فيها الإظهار الحلقي الراء ده مفخمة متحركة بضم خالدين فيها ونعم أجروا العاملين أجروا برضو عندك الجيم هنا مقلقلة الراء مفخمة العاملين عند الوقف عليها في النون فيها إظهار مطلق الياء فيها مادة عرض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات لو وصلت هيبقى عندك مادة طبيعية هنقرأ الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين إن شاء الله نكمل على خير في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته